موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في حلقة جديدة من دروس اللغة العربية للصف العاشر الثانوي اليوم سنكمل ما بدأناه في لقاء سابق من مجال الأدب دليل التواصل الروحي وقصيدة ابن الرومي التي هي بعنوان عتاب كيف تواصل الشاعر مع صديقه الذي لم يكن معه في وقت الحاجة هذا ما سنعرفه بالعرض والتفصيل ولكن بعد فاصل قصير فتابعونا مرحبا بكم من جديد في هذا اللقاء الذي سنكمل فيه من مجال الأدب دليل التواصل الروحي قصيدة ابن الرومي والتي هي بعنوان عتاب وقبل أن نبدأ في هذه القصيدة عزيز الطالب قبل أن نبدأ في شرح المقطع الثالث الذي وقفنا عنده في الحلقة الماضية دعنا نبدأ بقراءة القصيدة كلها يقول شاعرنا يا أخي أين عهد ذاك الإخاء أين ما كان بيننا من صفائي أين مصداق شاهد كان يحكي أنك المخلص الصحيح الإخاء كشفت منك حاجتي هفوات وطيت برهة بحسن اللقاء تركتني ولم أكن سيء الظني أسيء الظنون بالأصدقاء يا أخي هبك لم تهب لي من سعيك حظا كسائر البخلاء أفلا كان منك رد جميل فيه للنفس راحة من عنائي لا أجازيك من غرورك إياي غرورا وقيت سوء الجزاء بل أرى صدقك الحديثة وما ذاك لبخل عليك بالإغضاء أنت عيني أنت عيني وليس من حق عيني غض أجفانها على الأقذاء ما بأمثال ما أتيت من الأمر يحل الفتا ذرى العلياء لا ولا يكسب المحامد في الناس ولا يشتري جميل الثناء بذل الوعد للأخلاء سمحا وأبى بعد ذاك بذل العطاء فغدا كالخلاف يورق للعين ويأبى الإثمار كل الإباء ليس يرضى الصديق منك ببشر تحت مخبوله دفين جفائي قد قضينا لبانة من عتاب وجميل تعاتب الأكفاء وأنا المرء وأنا المرء لا أسوم عتابي صاحبا غير صفوة الأصفياء وبعد قراءتنا لهذه القصيدة دعنا نتناول المقطع الثالث والرابع بالتفصيل ونبدأ مع المقطع الثالث الذي يقول فيه الشاعر ما بأمثال ما أتيت من الأمر يحل الفتا ذر العلياء لا ولا يكسب المحامد في الناس ولا يشتري جميل الثناء بذل الوعد للأخلاء سمحا وأبى بعد ذاك بذل العطاء فغدا كالخلاف يورق للعين ويأبى الإثمار كل الإباء ليس يرضى الصديق منك ببشر تحت مخبوره دفين جفائي وقبل أن نسأل بعض الأسئلة حول هذا المقطع دعنا نقف معه وقفة يسيرة نقول فيها إن المسلك الذي سلكه صديقه أي صديق الشاعر لا ينتهي به إلى مجد ولا يعلي قدره في الناس ولا يطلق ألسنتهم بالثناء عليه وإن هذه المناقبة لا تنال إلا بجميل الصنيع وليس من حقه أن يجود بالوعد ويضن بالإنجاز إن ذلك التناقض يزري بقدره ويجعله كشجر الصفصافي يمتع العين بخضرته وجماله ثم لا يجود بثمر والصديق لا يرضى من صديقه لقاء حسنا وبشرا متألقا لا يثبتان على التجربة والاختيار لأنهما يستران جفوة وخفيان قطيعا في البيت العاشر ما بأمثال ما أتيت من الأمر يحل الفتى ذر العلياء نقف مع المفردات بداية يحل أو يحل كلها بنفس المعنى أن ينزل أما ذرى فمفردها ذروة 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 هي مثلثة الذال وهي القمة والذي يريد أن يقوله الشاعر في هذا البيت أنه بعد أن صارح صديقه بعيوبه يبين له في هذا المقطع الآثار السلبية التي ستعود عليه جراء هذه المثالب والعيوب ومنها أنها ستحرمه من الوصول إلى المعالي وكلنا نعلم أن الرغبة في الوصول إلى المعالي وإلى المجد وإلى الشرف وإلى الرتبة العالية هي مطمح ومطمع لجميع الناس وفعل هذا الصديق عدم الوقوف مع صديقه في حاجته وفي شدته لا يحل بهذا الأمر هذا الصديق في ذرة العليا نريد الآن أن نبين معنا كلمة يحل في كل مما يلي يحل الرجل العقدة يحل غضب الله على الظالمين يحل للصائم الأكل بعد غروب الشمس يحل الرجل العقدة أي يفكها أما يحل غضب الله على الظالمين أي ينزل غضب الله على الظالمين يحل للصائم الأكل بعد غروب الشمس أي يباح للصائم الأكل بعد غروب الشمس الآن نريد أن نقارن بين هذا البيت وبيت لعنتره من حيث وجه الاتفاق ومن حيث وجه الاختلاف يقول عنتره لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب ولا ينال العلا من طبعه الغضب أما شاعرنا فيقول ما بأمثال ما أتيت من الأمر يحل الفتاذر العلياء وجه الاتفاق هو أن الشاعرين اتفقوا في التحذير من الصفات التي تبعد الإنسان عن الوصول للمعالي إذن ما الاختلاف أما وجه الاختلاف فقد اختلف في هذه الصفات حيث يحذر عنتره من الغضب بينما يحذر شاعرنا من النفاق وتلحظ عزيزي الطالب أن كلا هاتين الصفتين هي صفات ذميمة سواء كانت الغضب أو النفاق في البيت العاشر نفسه نريد أن نبين الصورة الخيالية ونريد أن نبين كذلك سر جمالها في البيت العاشر استعارة مكنية حيث شبه العلياء بجبل وحذف المشبه به الذي هو الجبل وأبقى على شيء من صفاته وهي الذرة وفيها تجسيد لعلو المكانة فالعلياء وهي شيء معنوي شبه الشاعر بشيء مادي وهي قمة الجبل الذي له ذرة بعد ذلك في البيت الحادي عشر لا ولا يكسب المحامد في الناس ولا يشتري جميل الثناء لدينا كلمة المحامد ومفردها المحمدة وهي ما يحمد المرء به أو عليه أما كلمة الثناء فتعني المتح وجمعها أثنية ويستمر الشاعر في بيان الأثار السلبية التي تعود على صديقه جراء هذه المثالب والعيوب فيذكر منها أنها ستحرمه من حمد الناس وثنائهم عليه في البيت السابق حرمت أفعال صديق الشاعر حرمت صديقه أن يبلغ ذرة العلياء وفي هذا البيت الحادي عشر حرمته من ثناء الناس عليه نريد في هذا البيت أن نوضح الصورة وأن نبين قيمتها الفنية يكسب المحامد ويشتري جميل الثناء هل المحامد والمكاسب أو أفوان جميل الثناء أشياء تشترى وتكسب وتباع لا إذن هي أشياء معنوية شبهها بسلع أو بشيء مادي يشترى ويباع فنقول في هذه الصورة استعارة مكنية حيث شبه المحامد والثناء الجميل بسلعتين يدفع فيهما ثمن غال وفيهما تجسيد لقيمتهما ونرى أن الثمن هنا ثمن غال فالمحامد والثناء وذر العلياء ليست بالأمر الهيين بل هي من الصعب بمكان وتحتاج إلى جهد وإلى ضبط لأخلاق الإنسان بعد ذلك ما بأمثال ما أتيت من الأمر يحل الفتى ذر العلياء لا ولا يكسب المحامد في الناس ولا يشتري جميل الثناء ما وسيلة الشاعر لصد صاحبه عن فعله كما تفهم من البيتين بينا ذلك قبل قليل وقلنا وسيلته تذكيره ببعض عواقب موقفه ومنها أولا أنه لن يصل إلى المعالي وثانيا خسران حمد الناس وثنائهم عليه وهما أمران يطلبهما كل الناس المعالي وحمد الناس والثناء البيت الثاني عشر يقول بذل الوعد للأخلاء سمحا وأبى بعد ذاك بذل العطاء الأخلاء هم الأصدقاء المخلصون وجمعها خليل أما الخل فجمعه أخلال إذن نفرق بين الخليل وجمعه أخلاء وبين الخل وجمعه أخلال سمحا أي في كرم وسخاء وأبى بعد ذلك أبى أي رفضا وامتنع وهنا يعود الشاعر ويذكر صاحبه بعيبه وهو إنه كثيرا ما كان يعد عودا جميلة ولكنه لا ينفذ منها شيئا الآن عزيزي الطالب نريد أن نبين ما يتفق ومعنى هذا البيت من ضمن الأبيات الأربعة المعروضة أمامنا ما هو البيت الذي يتفق في المعنى مع البيت الثاني عشر هل هو ولا ترتجي الإخلاص من كل باسم ففي الباسمين المبغض المتحبب أم يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب أخلق بذ الصبر أن يحظى بحاجته ومدمن القرع للأبواب أن يلجى ومن يجعل المعروف في غير أهله لن يكون حمده ذمّا عليه ويندمي نرى في البيت الثاني عشر بذل الوعد ثم الإباء في العطاء وأقرب الأبيات لهذا المعنى هو البيت الثاني في هذه الاختيارات يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب كثير من الناس يسرل عندهم الكلام يسرل عندك أن تقابل الناس بوجه حسن وبابتسامة لكن الصعب هو الفعال الصعب هي الفعال هي ما يصعب على كثير من الناس أن يقوم بها أما الكلام فسهل بعد ذلك حدد من البيت محسنًا بديعيًا وبين نوعه وقيمته الفنية نلاحظ بذل وأبا بعد ذلك بذل إذن بذل وأبا بذل بينهما طباق سلب وقلنا إنه طباق سلب لمجيء كلمة بذلة ثم مجيئها مرة أخرى منفية وهذا الطباق يظهر التباين والاختلاف بين القول والفعل فهو يبذل قولاً لكنه لا يبذل فعلاً نريد الآن أن ننتقل إلى البيت الثالث عشر والذي يقول فيه الشاعر فغدا كالخلاف يورق للعين ويأبى الإثمار كل الإباء كلمة فغدا تعني فصاره والخلاف هو شجر الصفصاف والذي ونر الشاعر في هذه الحالة يشبه شجر الصفصاف جميل الشكل والأوراق ولكنه لا ثمر له ولا فائدة منه شبه صديقه بهذا الشجر الذي وله شكل جميل ولكن لا ثمر له ولا فائدة منه الآن أذكر معنى كلمة الخلاف في كل جملة مما يلي فغدا كالخلاف يورق للعين الخلاف في الرأي لا يفسد للود قضية وصل الطلاب خلاف المعلم فغدا كالخلاف كما قلنا الخلاف هو شجر الصفصاف أما الخلاف في الرأي يعني الاختلاف في الرأي والتضاد فيه وصل الطلاب خلاف المعلم يعني بعد المعلم بعد ذلك ما الذي أفادته عبارة كل الإباء في هذا البيت الثالث عشر المعروض أمامك نقول أفادت توكيد بخل صاحبه وعدم توقع أي خير منه فهو أبى ليس رفضا قد تتنازل عنه ولكن هذا الرفض هو كل الرفض أي لن يتنازل عنه صديق الشاعر بعد ذلك نريد أن نعين محسناً بديعياً ونبين نوعه يورق ثم يأبى الإثمار إذن بين يورق ويأبى الإثمار طباق في المعنى ماذا ينتقد الشاعر من سلوك صديقه في هذين البيتين بذل الوعد للأخلاء سمحة وأبى بعد ذاك بذل العطاء فغداك الخلاف يورق للعين ويأبى الإثمار كل الإباء بعد الشرح الذي ذكرناه قبل قليل نعرف الآن أن الشاعر ينتقد في صديقه أنه يعيد كثيراً ولا يفي بما وعد ولقد اجتمل البيتان أيضاً على صورة بيانية نريد تسميتها ثم شرحها في البيتان أو في البيتين تشبيه تمثيلي حيث شبه الصديق حال كونه يعيد لكنه لا يفي بوعده شباه بشجر الخلافة والصفصاف الذي يتصف بجمال المنظر لكنه لا يثمر ننتقل الآن إلى البيت الرابع عشر ونرى ما فيه من مفردات ومن أسئلة قد تسأل عنها البيت الرابع عشر يقول ليس يرضى الصديق منك ببشر تحت مخبوره دفين جفاء لدينا كلمة بشر ومخبور وجفاء أما كلمة بشر فهي طلاقة الوجه مخبوره أي تحت ظاهره دفين جفاء أي دفين قطيعة وضد القطيعة هي الوصال ثم يختم هذا المقطع بتنبيه إلى أمر مهم وهو أن الصديق لا يرضى من صديقه بطلاقة الوجه والبشر الذين يخفيان تحتهما جفاء ولا يترجمان إلى أفعال تنم عن الحب الصادق وجه الشاعر في البيت إلى صديقه رسالة اذكرها بأسلوبك مبين الهدف منها الرسالة واضحة ليس يرضى الصديق منك ببشر إذن أنت أيها الصديق قد تخسر صديقك لماذا؟ لأنك تضر له البشر لكن لا تنفذ ما وعت لا تعطي صديقك شيئا تأخذ ولا تعطي أو تعد ولا تقوم بإجاز وتنفيذ هذا الوعد وهذا العهد فنقول الرسالة أن الصديق لا يرضى من صديقه طلاقة الوجه التي يخفي تحتها جفاء وعدم إخلاص والهدف تحذيره من أن ذلك قد يكون سببا في خسارة صداقته الأبيات الآتية الأبيات الآتية تجمعها فكرة واحدة إلا بيت واحدة فما هو هذا البيت؟ لنلاحظ كشفت منك حاجة هفوات غطيت برهة بحسن اللقاء إذن هذا البيت تحدث عن ماذا؟ عن النفاق أو عن المجاملة أنه يعده ولكن لا يوفي العهد بذل الوعد للأخلاء سمحا وأبى بعد ذاك بذل العطاء كذلك أنه يعد ولا ينفذ هذا الوعد ما بأمثال ما آتيت من الأمر يحل الفتى ذور العلياء المعنى بعيد وأن فعل هذا الصديق لا يصل به إلى درجة العلياء أو لا يصل به إلى الدرجات الرفيعة والمراتب العالية لنرى البيت الرابع ليس يرضى الصديقه منك ببشر تحت مخبوره دفين وجفائي لا يرضى الصديق منك طلاقة الوجه والبشاشة وتحت هذه الطلاقة وتحت هذه البشاشة دفين جفاء إذن نلحظ بالتأكيد عزيزي الطالب أن البيت البعيد في المعنى عن هذه الأبيات هو البيت الثالث أو الاختيار الثالث ما بأمثال ما آتيت من الأمر يحل الفتى ذور العلياء الآن في هذا المقطع وكما تعودنا في كل مقطع نريد أن نضع فكرة وأن نبين العاطفة التي تشملها هذا المقطع أو التي تشتمل أو يشتمل عليها هذا المقطع الفكرة في هذا المقطع هو عدم الاتساق بين القول والفعل ينتقص من قدر الإنسان والعاطفة فيه الرفض النفسي لسلوك صديقه دعنا الآن ننتقل إلى آخر مقطع في هذه القصيدة يقول الشاعر في هذين البيتين الأخيرين قد قضينا لبانة من عتاب وجميل تعاتب الأكفاء وأنا المرء لا أسوم عتابي صاحبا غير صفوة الأصفياء في النهاية يهدأ ابن الرمي في عتابه ولعله قد أرضى نفسه وشفى غليلها فيقول لعله بعتابه ذاك قد أزال ما علق في نفسه من ألم وهيئ للود أن يصل منهما ما كاد ينقطع وجدير بالنظراء المتساوين أن يستبق الود بينهم بالعتاب ويختتم عتابه بأنه الإنسان الذي لا يعاتب صاحبا إلا إذا كان من الأصفياء المخلصين قد قضينا لبانة من عتاب وجميل تعاتب الأكفاء لدينا من الكلمات اللبانة وهي الحاجة من غير فاقة ولكن من نهمة إنه ليست حاجة شديدة ولكن فيها نوع من الشرح والنهم أما الأكفاء فالمفردها الكفء وهو المماثل وتجمع أيضا على كفاء أما الأكفاء فهي جمع كفيف وهو من ذهب بصره وهذا خطأ يقع فيه كثير من الناس فيصف الرجل الكفء الرجل القوي الرجل المماثل فيقول هذا من الأكفاء وهو يعني أو معنى الكلام هذا من العميان أو من الذين لا يبصرون وهذا خطأ شائع لعلنا بعتابنا هذاكا قد أزلنا ما علق في أنفسنا من ألم وتهيئ للود أن يصل منا ما كاد ينقطع وجدير بالنظراء أن يستبقوا الودة بينهم بالعتاب استخدم كلمة الأكفاء في جملة من إنشائك لمعنى آخر غير الذي ورد في البيت قلنا معنى الأكفاء أي الكف هو المماثل ومن معانيها كذلك الأقوياء فنقول يعتمد أصحاب العمل على الأكفاء في المهام الصعبة يعني الأقوياء القادرين على تصريف العمل صل المفرد بجمعه الكف كفيف كف ولدينا في الجهة الأخرى أكفاء أكفئة أكفاء وأكف معلومون أن الكف جمعه أكف أما كفيف كما قد بينا قبل قليل فيجمع على أكفاء أما الكفء وهو المماثل أو القوي فيجمع على أكفاء والاختيار الرابع وهو أكفئة كما نراه هنا جمع كفاء وهو ستر يلقى على الخباء حتى يبلغ الأرض كالإزاري له في البيت الخامس عشر أيضا أي التعبيرين الآتيين أدل على موضوعية الشاعر ولماذا وجميل عتاب الأكفاء وجميل تعاتب الأكفاء كلمة عتاب تعني أن العتاب من جهة واحدة من جهة واحدة تعني الذي يخطئ هو صديق الشاعر والشاعر لا يخطئ أما تعاتب ففيها العتاب من الجهتين إذن هي أفضل كلمة تعاتب وجميل تعاتب الأكفاء أفضل لماذا التعبير الثاني لأن تعاتب فيه مفاعلة فالعتاب من طرفين مما يدل على عناية بالمبدأ وأنه يتقبل ذلك من صديقه أما عتاب فهو من جهة واحدة فيكون تبريرا لعتابه وفعله هو يقول بشار بن برد إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلقى الذي لا تعاتبه قارن بين موقف بشار وموقف شاعرنا من العتاب شاعرنا يعاتب أما بشار فيدعو إلى عدم العتاب فنقول الفرق بين الشاعرين هو موقف بن الرومي يرى أن العتاب بين الأصدقاء أمر ضروري لإبقاء المودة أما موقف بشار بن برد فيرى أن كثرة العتاب غير مطلوبة إذن بشار بن برد يدعو إلى عدم الإكثار من العتاب قد تعاتب لكن لا تكثر منه أما شاعرون بن الرومي فيرى أن العتاب أمر ضروري لا بد منه البيت الأخير وأن المرء لا أسوم عتابي صاحبا غير صفوة الأصفياء أسوم أي أولي وأذيق يسومهم سوء العذاب أي يذيقهم سوء العذاب يقول الشاعر في هذا البيت إنني لا أتوجه بعتابي إلى أي صاحب عرفته وإنما إلى الأصفياء منهم فقط بل إلى صفوة الأصفياء خاصة لمكانتهم عندي كثير من الناس الذين ليس بينك وبينهم مودة أتعاتبهم لماذا؟ لأنه لا تجد مودة أصلا ولا حاجة للعتاب فأنت لا تريد أو هذه العلاقة غير مهمة بالنسبة لك أما الصديق الوفي الصديق المخلص تعاتبه لماذا؟ لتسترقي على مودة فمودته ضرورية بالنسبة لك وأن المرء لا أسوم عتابي صاحبا غير صفوة الأصفياء هاتي معنى كلمة يسوم في كل جملة مما يأتي يسوم الراعي الغنم يعني يتركها ترعى يسوم التاجر السلعة يعرضها للبيع ويذكر ثمنها يسوم الطير على الماء أي حوم الطير على الماء ولدينا كلمة يسوم في هذا البيت لا أسوم أي لا أذيق أي التعبيرين الآتيين آكدوا في المعنى ولماذا؟ لا أسوم عتابي صاحبا غير صفوة الأصفياء أسوم عتابي صفوة الأصفياء أو أسوم عتابي صفوة الأصفياء نقول التعبير الأول لأن فيه الحصر والحصر والتخصيص فيه التوكيد وهو أقوى وآكد في المعنى فنقول التعبير الأول آكد لأنه يدل على الحصر والقصر والتخصيص والأسلوب في هذا المقطع هو أسلوب خبري هادئ يميل إلى التقرير ونراه في البيت الأول قد قضينا لبانة من عتاب قد أكد الخبر بقد قد قضينا كما أن كلمة أو لفظة لبانة يوحي بما كانت تتوق نفسه إليه من بث ما فيها من عتاب وفي البيت قد قضينا لبانة من عتاب وجميل تعاتب الأكفاء في البيت تذيل زيد لتأكيد المعنى وهو إذ يؤكد به المعنى يعكس اعتداده بنفسه فهو لأبي القاسم ند ونظير تعاتب الأكفاء فهم مماثلان ندان ونظيران هذا المقطع كالعادة وكما تعودنا عزيزي الطالب نريد أن نضع له فكرة وأن نبين العاطفة التي فيه فالفكرة في هذا المقطع هي العتاب دليل محبة العتاب دليل محبة إذن بالتأكيد ستكون العاطفة هي تقدير الصداقة والرفق بالأصدقاء هذا النص عزيزي الطالب مأخوذ من قصيدة طويلة لابن الرومي ويتعد من أروع قصائده رأينا الشاعر يستهل قصيدته بالتذمر والشكوى ويذكر صديقه بما له عليه من فضل أيام تصافيهما وقد ندد بسوء المعاملة التي لقيها من صديقه والتي دفعته إلى إساءة الظن به وبسائر الأصدقاء ثم يسرف في عرض حاله فيشبه هاب القاسم بعينه أو بعينيه التي لا يحق لهم التغاضي عن الأغذاء وهذه المقدمة تؤنس المعاتب إذن بدأ بالشكوى والعتاب ثم اشتد في العتاب التوبيخ ثم بدأ في اللين في آخر الكلام فوك العين وقد قضى لبانته من العتاب وجميل تعاتب الأكفاء ثم يصير بعد ذلك إلى اللوم والتوبيخ آخذا على صديقه انحراف تصرفاته التي لا تآهله للرفعة ولا تكسبه المحامد ولا ترتفع به إلى ثناء الناس وفي النهاية كما قلنا قبل قليل يرتد ابن الرومي عن العتب والشكوى إلى ملاينة رقيقة تمهد الاستئناف الودي بعد أن مسح العتاب عن النفس ألمها ونريد أن نختم هذا الدرس وهذه الحلقة بتبيان ملامح أسلوب شاعرنا ابن الرومي نرى الاستقصاء استقصاء المعاني عند الشاعر ابن الرومي فنراه يستقص المعاني ويولد بعضها من بعض حتى لا تحس أنه يحرص على أن يأتي في الفكرة التي يعالجها بكل ما يتعلق بها في استقصاء يقدمها مكتملة الأبعاد تامة الجوانب إذن بداية الاستقصاء في المعاني كذلك من ملامح أسلوب ابن الرومي أنه خصب الخيال قادر على أن يحيل أفكاره صورا مشخصة تثير الانفعال وقد رأينا الصور الخيالية والبيانية في هذه القصيدة وكذلك من ملامح أسلوب ابن الرومي أنه طويل النفس مع الاحتفاظ بعذوبة اللف ورقة النسج والابقاء على وضوح المعنى والقدرة على التوليد والابتكار وبهذا عزيزي الطالب نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة هذا اليوم التي تناولنا فيها أو التي تناولنا فيها من مجال الأدو دليل التواصل الروحي قصيدة عتاب للشاعر ابن الرومي رأينا موقف الشاعر من صديقه وموقف الصديق من الشاعر وكيف كان هذا أو هذه القصيدة كيف كانت دليلا على التواصل الروحي نأمل أن نراكم في حلقات القادمة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة